مساء الخير مشاهدين الكرام ومشاهداتي العزيزات مرحبا بكم معنا في برنامج مساء النساء يقولوا بالليل وكان تفاهم العجوزة والكنة الشيطان يدخل الجنة موضوعنا نهار اليوم هو حول الصراع الأزلي بين العجوزة والكنة صحيح أنه كاين بزاف ناس اللي يشوفوا الموضوع ما يلزمش نهضروا عليه ولا موضوع اللي ما لازمش نمده له أهمية لكن في الواقع مشكل اللي ممكن أنه يفرق عائلات مشكل أنه ليسبب عدة مشاكل كما عودكم برنامج مساء النساء دايما نقدموا نصائح وتوجيهات في هذا الموضوع وأكيد أننا نتعرفوا أكتر على المشكل للحديد في الموضوع رايح حضر معنا اليوم المختصة النفسانية إيمان إبراهمي مرحبا بك شكرا على قبول دعوة شكرا على الاستدافة مساء الخير مالية مساء الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات شكرا على فتح الموضوع اليوم راح ننولو هذا الموضوع الشائك من الجانب النفسي أول حاجة حبيت نعرفها نبدأوا بالتكا مختصة النفسانية هل في العيادة الخاصة بك عندك ليجي ويستفسروا حول هذا الموضوع؟ هذا الموضوع بلك هو أصل 70% من المشاكل كيش يكون الأصل 70% مثلا يجي عندي يجي عندنا مثلا أم باش تطرح المشكلة على الطفل تحتها مثلا الأنفان عنده مشاكل سلوكية أو لا خلال البحث نصبوا بلي أصل هذا المشكل راح مشكل في المنزل بين زوجة الإبن والجدة دائما إلا ما نخرجه في موضوع يوصلنا نقطة البداية اللي يسكون الصراع بين ندخل مباشرة في الموضوع غالبا ما أساس المشكل أنه الطفلة كي تكون أحد تزوج المرة كي تكون أحد تزوج أكيد أنه راحين يمدوا لها تعليمات من الوالدة من الخالة من العمى فعلى بالنشي لأن الناس هدوما ليمدوا لها نصائح مخولين أنهم يمدوا لها نصائح وليمدوا نصائح على حسب التجربة حسب التجربة الشخصية وفي بعض مرات ما يمدوش ما يمدوش ما شي حتى يمدو نصائح يعني هي راها تميز هي را تشوف المحيط التاحة وليوفيكو تاعه يعني المحيط التاحة وشير اللي راي عايشو معنتها عندنا لي تروح بتفكير وتروح بمعتقدات وتروح كأنها مجندة للبيت العيلة وكاين الوالدة والدة الزوج ولا حتى لساعات يكونوا الخواتات اللي يكونوا كما قلنا بالعامية قاريين حضرهم فيكونوا مجدين لها قوانين صارمة اللي لازم تمشي عليهم ولو كما تمشيش عليهم يصرى مشكل غالبا ما هدوهما الأسباب الصراع يعني نحكيوا على أسباب حضر لكن غالبا ما هدوهما أسباب الصراع كيفش انتي كمختصة نفسانية تشوفي هدل الأسباب كيفش تفسريهمنا هدل العروسة يعني هدل كنا راها ماجيها من منزل من بيئة مختلفة على بيئة الزوج يعني تلقات التربية مختلفة عاشت في محيط مختلف فاتوا عليها خبرات غير الخبرات اللي فاتوا عليها أهل الزوج دونك كل واحد راها ماشين باش يجتمعوا كل واحد دونوا ام باقاج ام باقاج فيه لازيكسبريانس فيه الدروس اللي تعلمتها فيه الأشياء اللي شافتها الأشياء اللي سمعتها سوح اللي حكاولها عليهم إلى آخره وزيد على ذلك صافة صندو فيفغ يعني الطريقة اللي تربات عليها والطريقة اللي تعيش بيها كامل هادشي راح ماشي يتعبه معاها وتمشي للمنزل الزوجي كما نعرفو تلت سنوات الأولى يعني في الحياة الزوجية هي أصعب السنوات لماذا؟ لأنه كتقولي تلت سنوات ولا راهو أمر خاطير لأنه لو كانت نروحوا للقضايا الطلاق ونروحوا للقضايا الخلع نلقاوا باللي ما يكملوش تلت سنين ما يكملو مستحيل لأنه حاجة صعيبة أنهم يكملو تلت سنين شوفوا عدة أشهر ولا سنة أكثر يعني مدة طويلة تكون سنة لذلك تلت سنين صعيبة تلت سنين راها مرحلة تعارف راها مرحلة يعني أنا لهذا كل الناس جيت نعيش معاهم يعني راح نتعرف على شخصيتهم عن قرب على عاداتهم تقاليدهم لغفاص ودفوغلشوز يعني نظرتهم للأشياء كيفاش يتعاملوا مع عدة مواضيع هنا ونشوف أنا كيفاش ننجم نوصل يعني نعمل عملية تقارب باش نقدروا نعيشوا معا بعض علش هاد المرحلة صعيبة أنا هادك الشخص اللي تعرفت عليه في فترة الخطوبة مش هو نفس الشخص اللي راني مش نعيش معه لا يمكنك تبدل علي العشرة راح ماشي تبيننا عدة أشياء الكوتيدين الحياة اليومية الروتين اليومي راح يحطنا في عدة مواقف اللي ننتعرفوا على حاجات جديدة بل تصدمنا هادو الأشياء الجديدة اللي نتعرفوا عليهم هي اللي تحطنا في مرحلة يعني تحطنا في خانة صراع كما اللي تحطنا في خانة صراع مع زوج تحطنا في خانة صراع مع عائلة زوج وحنا هذا الزوجة مسكينا دجارها تحوز كيفاش تتعرف على هاد الزوج عادات و طبايعو كيفاش يخمم كيفاش يتعامل مع عدة أشياء باش هي تشوف كيفاش توالف وكيفاش تجغي دي سيتيغي دي سيتيواتي معاه وعندما تتعرف على حماية الأشياء وكيف تعمل مع الأشياء وعندما تتعرف على الأشياء أنت تقول لي بأنها تحب تتعرف وكيف يكون لديها تفكير مسبق وكيف يكون لديها أحكام مسبقة تتعرف على الأشياء وكيف تتحوص أن يتم تحوص أن يتم تعملونه هذا يكون في الحياة اليومية في الحياة اليومية نرى أن الإنسان تتعامل مع موقف الفلاني أو أن يتم تتعامل مع بشكل موقف الفلاني وعندما نرى أنها تتعرف على شخصيتها وعندما لا يوجد أن نرى الأشياء من منظورها الصحيح أنا فهمتها بالطريقة التي أفهمتها بها يعني كشفتها قمس بهذا التصرف أنا فهمتها على حسب منظوري يعني مشيرا نشوف الشخصياتها الحقيقية ميراني نشوف الأشياء من منظوري أنا باش نتعلم كيفاش نكلاسي الأشياء كيفاش نرتب الأشياء ونعمل شغل أم بخوفي لكل واحد نعرف بلي هاكي شعملة واحد زوش ثلاثة تاحة لو ماغي هاكي شعمل هاكي شعمل لاندو تخواتعو هاد شي يوقع في الثلاث سنوات الأولى انت كتحتتت تم تقلي بلي هياكي ش Sven جي تحب تتعرف مشي تحب تتعرف اللي вопрос يشعرение سوف تتعرف عليهم كيف يعملون يعني ليس من هذا الباب من باب نعرف هذو كيف يعملون هو من النمط المعيشية هو من القوانين اللي عنه في البيت يعني الديكوفغ سوف تكتاشف هكذا ما نهضرتك نقدر ونفهمه بالله جزء من المشكل هو الكنة على خاطر تكتاشف 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 بمعنى انها تكتاشفي تكتاشفي حاجة لا تستطيع تهضري لا تستطيع تكتاشفي لا تستطيع تشكي ولا تقولي حاجة فلانية حتى تكملي المرحلة باش تبدأي كما قلت انتي بعد ثلاث سنوات باش تقدر ممكن انها تبدأي الأشياء فمن هضرتك نفهمه انه الكنة هي اللي ما تعرفش ما عرفتش تتعامل مع التغيير اللي صار في حياتها شوفي كل إنسان ما في موش حبيت نقول لك كل إنسان في هاد الدنيا عنده عتبة نفسية هي بالك شفت حاجة زوج ثلاثة شفت أشياء اللي قدرت تتجاوزهم يعني أشياء عادية ما زال ما وصلناش لمرحلة المشاكل رانا نهضروا على نتعايشوا مع عائلة جديدة ونشوفوها كما الفونكسيون رانا شافت أشياء حاجة حملتها حاجاتها عادية وبعد كان شي سوالح اللي ما قدرش تتحملهم ما قدرش تتجاوزها ما شي شرط تشوفها على ثلاث سنوات بل الحاجة اللولة اللي شافتها صدمتها ونعرفوا ناس اللي يفوقتوا شهر شهرين ونبعد وصلوا للطلاق على خطر نحطوا في مواقف ما نجموش يتحملوها طرف اسموها أصلا المشكل في هذه المرحلة أنه لكل ناكي راها ماجية راها ماجية باش تكون عائلة باش تعمل داري واللي عندها مملكة صغيرة تاحة يعني راها ماجية باش تكون مكان ليها عندها مملكة صغيرة تحياة لمدة سنوات عندها مملكة صغيرة تحياة لمدة سنوات عندها نظام وندها أنغيت ما راها تمشي عليه هنا يوقع الصراع هدك ألا غيزون اخرى هدها الحق ألا غيزون جميع مملكة صغيرة تبني في نظام المنزل وفي نظام العائلة ككل كيفاش هلأشياء تمشي هذا ممنوع هذا عيب انت كتك تتدري لي السكنوا مع بعض ممكن أن تكون تدخل ليس شرط قادر ما تكون تذكر معها بعض بصح توجوغ يعني ما هي ما تذكر معها بصح تذكرها تابعة لعائلتها ما تذكر معها بصح الزوج راه جاب المكسسبات اللي كانوا عندوا في المنزل يعني التربية اللي تربع عليها عند الام راح يجيبها معها للمنزل طيق مش شرط غير تكون عايشة معها ولو انو لكو أبيتاسيون بلك من بين الأسباب الكبيرة اللي تمدرناها صراع خطر الصراع يكون في الواجهة ماشيكم مالي كل واحدة تكون ساكنة بوحدها طيق هذه البالمرغ راه تسنى انو تجي للعروسة ويكملوا في السيرة اللي رهم عايشين فيها يعني تكمل اللابيل في لأ العروسة لأ العروسة راه ماجي باش تبدي حاجة جديدة البالمرغ ما تنجمش تتقبل فكرة انو تجلت وحدة تعبي ولدي وتبديلي النظام اللي شحم العام ونعايش به وننويه انو ما راحناش نقولو انو العروسة مش مليحة ولو البالمرغ مش مليحة هذا راح صراع فكرتين صراع جيلين صراع اديولوجيات مختلفة صح من غير طبيعي انو واحدة ممرات تجي باش تكونوا نحيتها تلقى الوالدة تعالى الزوج هي لي ما تخلي ما تتمدلهاش دمام الأمر وما تتخليهاش تدخل في حاجات لي هي عندها فيهم عندها فيهم يد حبيتي وش قولتين دي قلتين بلي هي عندها الحق وهي عندها الحق صح هم مرفيزة عندهم الحق صح لازم نلحقو الحل رح نوصلوا رح نوصلوا للحل الحل يرضي يرضي جميع الأطراف هنا لو كان نديروا تحليل شوية لكلامك انو الوالدة تحب تكون تكمل في السيطرة تكمل فيها في انها تمشي كما قلتين تي المملكة والزوجة تجي على أساس انو تبني مملكة فنشوفوا انو كنشوفوا هكذا من المنظور ديالك من السهل انو بلك في الكنسلتازيان تجي بيها تجي بي العجوزة تجي بي الكنلم وتفاهميها لكن لو كان نشوفه على أرض الواقع هكذا كنت تفاهميني كي تفاهمينها هكذا نفهمه يعني حاجة بينها ونقدر نقولوا انتي سمحي شوية من حقك فاميها وانتي سمحي شوية من حقك فالرها التطبيق ورها فالرها فالرها في التطبيق نشوفوا بلي كي نحرب على المملكة كي نحرب على الزوج على جميع الجبهات على الإبل ونشوفه كيف يمزف ليبعته رسالة على بواقع التواصل الاجتماعي نتقول لك هي كان ولدها بلك مش يعايش معها ولكن كانت الأمور مبيناتهم عادية بالصح بعد ما تزوج ولد حابة تتحكم فينا كامل فهمتيني ممكن أنه كان عايش حياته قبل الزوج بطريقة عادية ما كانش ولده تعوي من تحكم به لكن كي جي الزوجات وله هي حابة تحكم ونشوفه بين قوسين اللي بري توفقيني الرأي يا أستاذ إيمان أنه صراع بين زوج جنسا كيكون كيين صراع بينهم صعيبة بزاف تكون حرب باردة ولا تكون حرب معلنة هي دايما تكون صعيبة راح تهز أركان البيت راح يعني تحرم والمتضرر الأساسي سي الرجل خطر يصيب رأسه هو مدابيه يدخل في آخر اليوم لداره يدخل يصيب الأجواء لطيفة يصيب هذه الزوجة تسناه مع سوريغ لكن هذه الزوجة شي كامل يصير لها في النهار راح تشاغجه من بعد كي هو كي يدخل هي راح تسناه بس كهو المنقد هي هيا هي هيا هيا تتوقع منه تصرف وهو يكون أصلاً يتوقع منها كمان حاجة أخرى هورا يتوقع منها بعد يومين متعب يدخل يصيب أجواء هادئة يهضروا حاجة شابة يهضروا يعني مواضع لطيفة يتعشى إلى آخره هي لأهيارات سنة يجي باش تفرخ شحنة الطاقة السلبية وشحنة الغضب والمشاكل اللي كانوا يصروا لها في النهار ودفوة بالك على أبسط الأشياء يعني دي كونفلي بصح اللي يتكرروا كل يوم هي تكبر لها الفكرة تكبر لها الفكرة تكبر لها الفكرة حتى توصل لمرحلة بصح ما تقوليش تقد يعني كي بالك جي تحكي لك تيني تقولها هي هدا ما كان فوتها بصح هيا أفوكس اللي صارت لها اليوم وغدع ولي مراه ولي مراه صار ما يقوليش تقدر تتحكم في شحنة الغضب اللي رأى عندها دونك يجي هداك الزوج راح يستنى منها تكون ضحكة لعبه ويا راح تستنى منه سواء يجيب لها حقها ولا راح تستنى منه أمو يستنط لها يفهمها دونك هنا الصراع اللي يكون يكون معناها بالمير ندخلوه لعلاقة الزوجية يدخل معنا سيكون منتقلها من المشكل بين زوجة الابن والحمات وهو في الوسط هنا لم يكن حاكم سيقولها أنا ما كما دخلني في صور الحنسة سيقولها كيف ستفهم 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 سيقولها ستفهم 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 لديهم ستفهم 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 ومع الموضوع خصوصا ستفهم 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 هنا الزوج يكون لديه ما يلزم من الحكمة لكي يعرف كيف يجغي هذا الموضوع لازم يكون ديبلوماسي لكي يعرف كيف يجغي هذه المشكلة وهذه المشاكل التي توقع هي مشاكل في بعض الأحيان تكون عادية ليس شرط أن هذه المشاكل لديها العروسة ستحاول أن تحاول أن تحاول أن تحاول أن تحاول أن تفيد ها هذه السؤال التي تريد أن تريد أن تتكلم أن الوالدة تريد أن تسيطر على أدفه الأسباب هذا السبب أن الأم تريد أن أصغير أن تتتقل أن تحاول أن تحاول أيضا أن تحاول أن تتدخل أن تتدخل فيها الأم يترون أن ترون أولادها أو أبنها أن ترون أن تحاول أن تتدخل في هذه المواقف ربما في عدة مرات عندما تتدخل تتدخل من باب أنه أنا عندي خبرة كتر منكم أنا حب نعاونكم بعض المرات تسيب يعني دي بالماغ اللي مدى بيها توفر كلش للعروسة والولدها دونك تسيبها لابالفي تشوفها بليرها تتدخل بكثرة و هي مش راها تتدخل هنا تحوز تعاونهم تحوز تفيدهم هنا رغيسوا التفاهم شوف كما كاين دي بالماغ الليانسون انتخان دي بوريخ لابي تاع لابالفي كان دي بالماغ يدخل بكثرة لكن بحسنية يعني لازم نديبول لدوز اكسترام شي اللي راح موجود في المجتمع كان هناك مرة أفضل أميرة وضع أميرة أميرة أو أميرة 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 التي لا تنجم تشاهد بأن ابنها تقبل فكرة أن تصل إلى مرحلة التي يستطيع أن تصدقها بعيد عليها ما تجي مش تقبل مرحلة انه هدك الطفل الصغير راه ولا راجل وراح ماشي هو يكون عائلة يعني ساي يوصل لمرحلة انكتينة كبرته قريته تعبت عليه اريك ورديته راجل والان جا دوره باش هو يعاود يأسس اسرة مصطلح انه يأسس اسرة بعيد عليها راح يخوفها راح تحس باللي راح ماشي عليها ساي انا هذا اللي تعبت عليه اللي وقفت عليه اللي صارت عليه راح ماشي ساي جا تتعبه واجد هذا والمصطلح المتعرف عليه جا تتسبب واجد والزوجات تكون في صراح انه لازم تجبدوليها والزوجات بسكت خافت ولي تشوف هاديك اي تحوز تجبدوليها وهنا لو كان جينا نفهم الحدود في العلاقات وجينا نفهم سياسة الحوار هنا شوفي انا اقول لك بصراحة هنا الام من جيل قديم ما تقدرش تفهم ما تقدرش تفهم ما تقدرش تفهم ولا تتعلم منه والفوق حدود العلاقات خلاص هدا في عمرها خمسين ستين سبعش ما تتعلمها حدود العلاقات ما عندك ما كا حي تبدلي فيها لكن لكن ممكن انها تحدث تغيير لو كان تعرف تقدر تتعلم هاد الحاجات انت نهضروا عليهم في الجزء الثاني انت حدود العلاقات ربما ازمة منتصف العمر ما ننسوش بلي كبار السن يلحقوا يلحقوا الوحد المرحلة يخافوا من الوحدة يخافوا اللي يحبوهم يروحوا عليهم يخافوا ولادهم يسمحوا فيهم خصوصا نصبوا عند الامهات اللي وهبوا حياته هن لأطفالهن يعني أستدوني أفون بوغسي زنفون بلك تتبها سمحت في خدمتها سمحت في الكاريخ تتاحها تتبها مثلا صبرت على زوج يعني كان ما كانش عايشة غاية خصوصا لي صبروا على الزوج صبروا على أزواجهم سواء صبرت على الزوج تتاحها باش تربي ولادها ولا تعبت هي ويعني فضلت أنه لا تعيد بناء حياة جديدة ووهبت حياتها لأطفالها ومبعد كي يكبروا تشوفهم بلي كل واحد رها بدي أسس حياة بعيدة عليها قال أنا هذا اللي تعبت عليه وهبت حياتي كامل ليه رها تسنى لأغيكمبنس من بين الأخطاء اللي توقع في هذه المرحلة أنه الأم تمد وتسنى لأغيكمبنس يعني تمد وتسنى الجزاء الأم في هذه المرحلة بغال الجزاء أنه هذا الولدي اللي أنا ربيت وكبرت وصبرت على خاطر وقعدت معاه كي نزوجه يرد لي الجميل وهذا شي جميل هذا ستن دوفار هذه رسالتنا في الحياة إحنا من بين الأدوار الاجتماعية للمرأة دول الاجتماعي تحها أنها تربي جيل تربي طفل وترده رجل والمرأة جاهزة لمواجهة المجتمع وجاهزة ولا جاهز باش ينشئ عود أسرة ويعني بوغ أسيغي لكونتينويته لضمان الاستمرارية وهنا يكمل المساج تحنا تكمل الرسالة تحنا سايرا أنه لا تخدرش تنساحب لا تنساحب لا تنساحب لا لا تنساحب في التفكير نحكيك على التفكير العامة أنه كي تقولي هكذا يفهمه بللي تنساحب يعني انتي خلاص جاهزتي وليدك تجي مرتو تده خلاص لا تده سارك عملت اللي عليك دروكره لا تنساحب مرحلة جديدة يكون لديك فيها دور ثانوي لا يكون لديك فيها دور محواري على خطر قبل هاد المرحلة كان عندك دور محواري باسكوتينا ربي تعلم تتكبر تصهر تغسل إلى آخره جاءت المرحلة الفترة الانتقالية أنه راه ينتقل لحياة جديدة أسس حياة جديدة يقولي عندك تقولي ضيفة شرف يعني تكون تعيبا كلمة ضيفة ضيفة شرف ضيفة شرف علاش لو كان نشوفها من منظور جميل أنه شوف كنت تتعب تعمل إلى آخره ربي جاب له وحدة اللي تتعب تينا تمشي ضيفة يكبرو بك يتحلو فيك يعني تخرجوا تتعشوا مع بعض ولا تخرجوا تحوسوا مع بعض يجيوا عندك يفوتوا عندك تلاها بالأحفاد يعني تشوفها من هذا المنظور لكي نكونوا عادلين حضرنا بزاف على العجوزة لم نحضرنا شعلكنا اللي السيرة عم تحم ولا في زوج عندهم حب سيطارة أكيد غريزة غريزة في الإنسان ما كش حاجة تتعب اللي تتعاملي معاه ولا حتى اللي حبي يسيطر تلقايهم دايما حابين يحكموا حابين يسيطروا حاجة تتعب كلتا طرفين ومستحيل يلقوا حل ومستحيل يكون شخص يقدر يسيطر عليه من غير مشاكل فدايما نلقوا مشاكل كاين أيضا كناين اللي هي ثانية تحب تسيطر ولا نشوفها بزاف كاينة أنه تحربوا من العائلة دياله تتجبدوا 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 لها وتولي كاين أدوار هذه اللي تدخل متأهبة للحرب هذا النوع اللي هضمنا عليه في الأول أنه تدخل بمكتسبات يعني عندها أفكار كاينة نقطة قبل ما نخرجوا فاس نظر لها كاينة في العائلة كاينة عائلات مختلفة كاينة الرجل اللي عنده أدوار حتى ولو كان يتزوج ويدير حياته مع والديه ولا مع أخواته عنده مسئولية عنده مسئولية اللي لازم يكملها حتى ولو عنده حياته لكن مسئوليته تقول هكذا فنشوفه في غالب شي دايما ما نقدرش نعمم لكن هذه حالة موجودة فكاينة اللي كي تجي ترفض قطعا باتا ترفض باتا أنه أنت تكمل المسئولية تحهم لا لا أنت عندك العائلة ديالك هو ما خليهم كاينة اللي هنا يلحقون طريق مسدود فنلقوا عدة مشاكل يا طالق يا تتجبدو على العائلة يا تلقاي العائلة تقول لك باللي هو كان ليعاوننا وهو كان حاضر معنا في العائلة ودو كان موليش عدنا شكون سيختوز عمالي اللي رافدين العائلة مسئولية تبقى مسئولية هو ما يقدرش يحرم نفسه أنه يكون عائلة وما يقدرش يحرم العائلة دياله ومن المسئولية اللي رافدها اللي كان رافدها لمدة سنوات حديث معك شيء نرجع بعد الفاصل إذن مشاهدين الكرام مشاهدين العزيزات برنامج مساء النساء ما زال متواصل فاصل قاصر نرجع لكم انتواع جميل موسيقى عودة لكم مشاهدين الكرام دائما في برنامج مساء النساء مرحبا باللي هداوين التحقبين نذكر أنه موضوعنا لنهار اليوم هو موضوع العجوزة ولكننا نرحب مرة أخرى بالدكتورة إيمان براهمي أهلا ومرحبا كنا قبل ما نخرج الفاصل هضرنا على نقطة اللي هي مهمة بزاف أنه في الدنيا هادي كل واحد هو ريسالة ديالو وكل واحد والمسؤولية ديالو كاين بزاف اللي عندهم مسؤولية وكي يتزوجوا وليحاولوا أنهم يستقروا يلقاوا مشاكل بين الزوجة اللي لم تتقبلش أنه يكون عندهم مسؤولية وكاين أنا نعرف اللي بصريحة عبارة تقول لك أنا ما دخلنيش يضب الراسه مع الوالدة ديالو ولا مع أخوه ولا مع أخته يمدلهم ولا يدلهم ولا مرة نسقسيه ولا مرة نقول له هادي هي هادي هي الطريقة السليمة نشوفو في مرحلة يعني في مرحلة الخطوبة نظروا كتينة كي جاي خطبك وعرفك على مسؤولياته أنه هو مسؤول على الوالدة تاع والوالدة تاعو ما عندهاش مصدر داخل وبالك حتى للإخوة تاعو وخاصة وزوجهم ما عندهاش مصدر داخل يا تقبل يا ترفض لكن في حالة أنك قبلت يعني من غير الأخلاقي أنك بعد ما توصل عندهم تحوصت تغير قوانين اللعبة هو جاء عندك نهار الأول وقال لك بلي أنا مسؤول على عائلة يا تقبل وتال كي لي يا يشوف الإنسانة اللي تنجم تعيش معاه في هذه الظروف كل واحد حر في اختياراته نقطة اللي ذكرتها أكيد شوف جي ماموه راح كافي أولاده ويعني أولاده مكفيين والزوجة مكفية الشيء اللي يصرفوا على الأم تاعو والأخوات تاعو هي ما عندهاش داخل فيه برهو بوالدته ولا مصروفه اللي راح يمده لهم هي ما عندهاش داخل فيه هي مسؤول يعني هي تحاسب على نهار اللي ولادها ما يكونوش مكفيين كاين هاد الحالات لي بلاك تصيب يعني الزوجة مش مكفية ولاده مش مكفيين ودراهمو دائما للعائلة تاعو ولا مثل العائلة تاعو عندها مصدر داخل ثابت ومصدر داخل مليح صح ما زال كما نقولو احنا بالعامية يبروفيتي وفولدهم هنا ألالو دغو دو مانيفستي خطر هاداك رزق أولادها اللي ولادها ما مش يستنفعو به والخير راهم مكفيين لكن انو الوالدة تاعو معنهاش مصدر داخل وخواه الى آخره وراهم ملزم بهم ويتحاسب عليهم هي اللي عليها انو يكفي لها ولادها سيصا ما بداش تدخل وتحاول انها تغير قوانين اللعبة بعد ما توصل هدا خطأ وهدا غير أخلاقي مدينا أمثلة على أنواع المشاكل الممكن انها تكون ما ننسوش انو العلاقة كذلك من بين المشاكل انها تكون بلك السرع في بعض المرات ما يبنش في الأول السرع بعد يبن في خلال تربية الأبناء يعني السرع بين العجوزة والكنة يكون حرب باردة مباينش ولا تكون هي تعرف كيفش جاغة اللي سوسي اللي عندها معها يعني صايرة تحاولت تعلمتكش تتعامل معها كتلحق للأطفال ما تعرفت نحصل للأطفال نوصلوا لمرحلة أخرى لا بالماغ تتربي بطريقة والأم تتربي بطريقة جنغالمون يحوسوا كيفش يفشوا حفايتهم بلك هذيك الأمرات تتربي والأخرين يقولون لها مثلا لا ما تعقبوش لا ما تحرموش لا ما تنحيلوش الأم تتحوز تربي بصفة وللجدة تتحوز تربي بصفة هنا يوقع سراع جيلين مختلفين هنا يوقع سراع ناس ما عندهمش المما تنسيون جيل للأم تقولك رها تفزل لي تربية أولادي والجدة مش رها تفزلك تربية أولادك الجدة ما رها تحوز تمدلهم وما راهاش مكبلة بمسؤولية أنها تخرجهم مربيين هذيك المسؤولية رتقى على عاتق الأم عندها تمدلهم غير الحب والحنان تحوز غير تمدل بلك تصبح هذه الجدة مع أولادها كيف تصل حفاية لا حفاية متسامحة متساهلة يعني كل شيء مسموح ما عليش أعطيه وشيريه وعمله هي مش من باب أنه تحوز تفزلك أولادك هنا كيف ممكن أن الزوجة تصلح هذه النقطة من غير مشاكل هنا الزوجة يجب أن تتعامل بطريقة دبلوماسية لأقصى درجة هنا مثلا نفهم بلي الأصل تعلن المشكل سباك رها تأطاك فيك ولو أنه كان حالات يستعملوا الأطفال يعني كسلاح يعني يصوبوا أهدف نحو الزوجة يعني شفنا عائلات اللي تأطاك للأم من خلال أطفالها شفنا حالات اللي مثلا تقولوا شوف الأم تتعاكرها تخرج تمشي تخدم بسكو ما تحبكش أنا نحبك وريك تقعد معايا خاصة تحبني أنا ما تحبها شيئا وما لغوز موسي حالات موجودة في الواقع يعني تحوز تستعمل الطفل وتلزول عندها باش يجي يكون تخلى مامو تحوز تشريه 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 تتوفر له تعطيله حتى دراهم ويكون هو صغير غيباش تكسبول عندها وهذا يعني تفكير مريض من هدو حالات مع الأسف موجودة في المجتمع ما نقدرش ما نهضرش عليهم لكن في الحالات العادية خاصة فقط أنها تسي تحاور معاها أهل شوف أنا مدابية تعاونني فيه الحوار ماشي سهل شوف أكثر حاجة أكثر حاجة غير موجودة في المجتمع الجزائري هو الحوار معدناش ثقافة الحوار ما نعرفوش كيفاش نتحاورو ؟؟؟؟؟؟ نجمع بلو حاجة الحوار تقول لا نعرف أنك مدنية لا نتهم فيك لا نتهمك الحوار أعني أننا نعرف نقطة تقارب بين وجهة نظري ووجهة نظري ليس دائمين وجهة نظري ليس دائمين وجهة نظري هي الصح أو وجهة نظري هي الصح نستطيع أن نرى فيما يجبون أن نحصل أنا مثلاً هذيك لابيل ماخ راح تفشيش هذك الولد وتخليها ماشي قدام الطفل أهل شوف أنا والله مدابية فيدني بتجربة تاعك شو أنا رعندي المشكلة فلاني ومشكلة فلاني وخاصني نزيره وأنا شوفت أولادك كيش خرجتهم مشوفه فلان شو كيش زعمه خرج غاية ومربي أنا مدابية فيدني في هذ النقطة يعني وشركوها في العمليات التربوية بصح ما شيف هذك الصفة ليرا فيها يعني نمدلها حتى هي مسئولية التربية مش مش مسئولية أني نعطي له حنان ونفشو إلى آخره نقسي وشركوها في العمليات معناه أني مرانيش نتهمك بلي ماكش تعف تربي بصكو جاني غال مفضيك أبا غاي جي لابيل ماخ تقولك أنا ربيت وربيت وكيش رايبالك بلي أنا معاش ربي ألوغ كي لابيل ماخ هذك لو ممو مش راها تربي مراش رفده مسئولية التربية راها تتمد حنان راها تتهلا فيه دفوا في مواقف اللي لازم يكون فيه حزم دونك هنا يعني لابيل في خسط عرف كيفاش تستعملها تستعمل لهاديك الجدة لابيل ماخ باش تكون باش تعاونها باش ماشي يكونوا قانت خل بعضياتهم ما يكونش عدنا صراع لازم تكسبها لصفها قال ورريلي كيفاش ماذا بي يتعاونني وجانسوي سيخكو هاد الكلمة لو كان جي عندها وتقولها ماذا بي يتعاونني الفائسة يأنها تعاونها بس كو هي مد تيخطو في الحبيب بلك في صورة اللي تمس الزوجة دي راكتمو بلك ما تحبش تعاونها بسع كنت يساجد يعني الحفيد راح تحاول تعاونها إذن كالنقطة اللي حبيت تنهضر عليها على العلاقة السامة شوفي ربما كينا حكيه هكذا شوفوا انه زوج ماشي متفاهمين يا طرفيج بدروحوا يا يتفهموا ويحاولوا يديروا حل للتعاييش مع بعض لكن في الواقع نشوفوا باللي كاين كناين اللي كي تدخل العائلة العائلة تتفركت تولي ما كاش كاينة عائلة هادية اللي ما كاش فينا اللي ما عندوش حكاية ولا ما كاش فينا اللي ربما حتى ما عاشاش مع العائلة دياله انه كاين اللي تدخل شاحنة على العائلة تولي تهضر تولي تدير مشاكل تولي تعاير تولي كي ما نقوله ويحنا تديرها تدير حاجات تولي تحت لتحت معندها تدير مشاكل بين تنين وهي تقعد اللي راح يتتفرج وكأن الشيء لم يكون فكاين عائلات بي أكملها اللي تتفركت اللي تروح يعني خلاص ما يقول لي وش اللي تقطع صيلة الراحم حاجة كبيرة بزاف وكاين في نفس الوقت اللي عجايز اللي تتسلط على تتسلط نقول مليح انها تتسلط على الابن التحها وتكون عندها شخصية متسلطة فهنا مليح انه علش قلتلك في البداية قلتلك انه العجوزة ما عندك ما تبتلي فيها إذا كانت نرجيسية وإذا كانت متسلطة ويدا 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 عندما نبدلو فيها نحاولو نلقاو حل كيفاش ننتحملوها ولا نقصو الخسائر نخرجو بأقل الخسائر لكن الكنه هي اللي اللي من الواجب التحها ننشوف هي راهيها دوية بداية تتكون عائلة مازالت صغيرة في السن ممكن انها تتعلم ممكن انها تتقبل لنصائح عندها مرونة نفسية بغابور يعني لابيل مير شوفي الحالات اللي هدرنا عنيهم في اللوة الكامل لا نكمل لك الفكرة فقط فنشوفوا انه من الواجب التحها هي لكنا نوعا ما انها تحبط شوية من التكبر تحولها انها تدير مشاكل ولازم في نفس الوقت اذا كان العكس تعرف انه رانا نتعامله مع شخصيات سما الشخصية سما اللي هي شخصية مرضية كانت نرجيسية او عانيدة او متسلطة من كلتا طرفين فهمتيني وش حبيت نقولك فمن الواجب اليوم حبيت النقطة هذي نختمو بها ونركزو عليها انه ما نقعدش غير نشكي ولا نبكي باللي فلانا دارتلي ولا فلانا قاتلي ولا فلانا دخلت رحها في وليدي ولا فلانا دخلت رحها في الزوج لازم نعرفوا لازم نكون عندنا درجة من الوعي نتعرفوا انه ممكن جدا وارد جدا اننا نتعاملوا مع شخصيات سما والشخصيات السما اللي هي مضرة ودايما نشوفوا باللي علاقة مع شخصيات سما نهايتها هي دمار كيف نقولوا دمار نقولوا دمار عائلة وانها تشتت عائلة تفضلي شوف الشخصيات اللي هضرنا عليها كامل في اللول والحالات والمشاكل اللي نصبوهم يعني في بين العجوزة والكنة مع ناس عاديين يعني يمشي معها شخصيات مرادية كي تكون هناها فاغ مع شخصيات عادية من قدروا نصبو حلول مع الشخصيات المرادية سيقودخو شوز مثلا إلا كانت كنا داخلة ديغا كتمو ناوية على الدمار داخلة باش تفزد هذي شخصيات مرادية هذي ما تقدرش تشوف عائلة متحبة هذي بلك هي معاش تشعاش الطفولة صعبة بلك عندها ان بخوفيل يعني باتولوجيك هذي إنسانا ما تقدرش تشوفهم غاية واش حال ما يقدروا يصلحوا معها ما عندهم ما يصلحوا معاها نفس الشيء بالنسبة يعني لابالمر إلا كانت العجوزة أمبرفر نارسيسيك وإلا إنسانا متسلطة ما عندك ما تصلح معاها يعني هذو خاصتك تعرف بلي لك تتعامل مع شخصية مرادية ما تحوش تصلح العلاقة معاها حوش كيفاش توصل النقطة أنك تعيش بسلام ما أنك تحوش تشعيش معا يعني تصلح معاها العلاقة يا باموين شخصيات المرادية ما نقدروش نقطة مع علاقة صحية معاهم لكن كين عدة حالات كيمثلا أنا ما نقدرش يعني راني محتوطة في ستواصون كريتيك معا على بالمر صح هذه هي حياتي ساكم ساكسا فاس باسي لازم نصيب حلول كيفاش نعمل إلا كنا يعني في العلاقات العادية أنا كأمبالفي نشوف راسي بلي راني ماشي العائلة جديدة لازم الحاجة الأولى نتعلم سكو حدود العلاقات ملول نفهمهم مش ندخل باش ندابز لا نفهمهم بلي أنا هذي هي حدودي أنا هذي هما الأشياء اللي أسمح بيها و هذي هما الأشياء اللي لا أسمح بيها عود ماشين هاللول تدخل بقوة ومن بعد كي هما ندخسوها تقول لك علاش مسكوتينا ريك هم مديت مساحة ملول قال أنا نحب هذي ما نحبش هذي عندي حدود حدود في العلاقات ساعي حدود يعني أسطر شخصيتي أسطر الأشياء المسموحة عندي والأشياء الغير مسموحة كذلك أنا أدرك هذي يعني لابالماغ إلاجة تتدخل في اللول لازم نتعامل معها بطريقة لبقى مشي ألمك ما دخلك فيها مثلا لقاتلك شوف طبخة طيبة حاجة طيبة حاجة جات للعبال ماغ جات عندهم ضيفة ولا أوطوماتيك موال فاضي غلا أنا والدي ما يحب هذي أنا والدي يحب تاعي فرضاً تقول هايح يشكر لي فتاعك وحتى أنا مدى بياندوقها بصحشو حتى هذي مليحة كفاهمتني يعني تكون عندها حط طريقة ديبلوماسية في التعامل مع الأمور مش هذيك تهاجم والأخرى تهاجم هذا فيما يخص الكوتيديا لازم كلا الطرفين ولو أنه هذي كلابال ماغ سوف تغير كلابال ماغ راه كبيرة بصح لازم تعرف هذي كلابال ماغ باللي هذي الزوجة وهي رغم يجتمع في نقطة واحدة هي حب هذي الإنسان لرغم هنا على خاطره أنا نحب ولدي ورغم هنا على خاطره والزوجة تحب الزوجتها ورح هنا على خاطره لازم نصيبوا نقطة نتفاهموا عليها باش نعيشوا غاية يعني باش نكسبوه ماشي أنا لأ هي خاصها تسمح أنا خاصي نسمح لأ خاص للزوج نصيبوا نقطة كيفاش كل واحد يعني يشوف كيفاش يسمح في حاجة بلا ما ندخله يعني في المقومات الأساسية للشخصية كل واحد يأسيز غاضي على أشياء باش المركب تسير وكذلك ما نقعدوش يعني أنصح حد لا بالفي ما نقعدوش غي ها عملتلي هادارتلي ما نقعدش هدا هو السيجي والله كايين حالات اللي هذي لي ما تكوش عندها حاجة ما يكوش عندها يعني ما يكوش عندها ما يكوش عندها يعني ما عندهاش سيطر دانتغي ولا تصيب ها شغلوها الشيغي نهارها كمبلي ها عملولي هادارولي قالوا ها واسم صرا اليوم ها واسم عملتلي ها تصيب ها هو الموضوع تحتولي أبسيدي بهذه الفكرة تصيب المشكل أنه بلاك تصيبها أليه دانتغي نيفو يعني عملت دراسات عالية ووصلت لكن دايما تحوز غيف هادارتجي عملولي لازم نشوف حاجة نلتها بيها ما نقعدش في ذيك القوقاعة تاعها عملوها هادرو ونقعد ندور في هادا كله الساكل الفيسيو خاصني نقسيه نتفادى أطا غدا عصا غائري للأشياء يعني عملتلي حاجة بانا مش كوش نهضر عليه جولاس علي توصل للمرحلة انه يوليوا هادي المشاكل ما يديرون جوهاش تقولي بلك أشياء اللي هادي تخوازن كانوا يبانوا لها مشاكل يدرك ما يبانوا لهاش بلي مشاكل يعني تبان لها حاجة عادية بس كوهية مدت لها حجمها مش كامل الأشياء مدت لهم حجم كبير كين بدعة الأمور بدعة الأمور يعني نصغروا لها حجمها يعني ما نكبروهاش باش المركب تسير اممتون بلا ما نتخلوا على كرامتنا بلا ما نتخلوا على المقومات الأساسية لشخصيتنا حاجة أخيرة لازم نفهموها هاد العروسة راهها ماجية من تربية وعائلة الزوج عندها تربية وعندها فكرة العروسة لازم نتقبلوها تلكالي من السنة وهاش يعني تنصهر في النظام بتاعنا وتولي انكوبي علينا حاجة مليحة انك تمدل العروسة خبرات تاعك وتعلمها أشياء جديدة وحتى هي تفرح بيها وحاجة مليحة انك تشوف العروسة فيها أشياء جميلة انتم ما معندكمش ونعملوا تركيبة جميلة يعني انفيدوا بعضياتنا يكون كاين علاقة تكامل ما تسنوهاش هي تولي كيفكم وهي ما تسناش انها تجي تفرد عليهم نظامها الخاص على خطر النابالو دوا الشخصية المتسلطة اللي صعيب اننا نتعاملوا معاها الشخصية متسلطة اللي نقدر نقوله البنية التحتية انتحها هشة بزاف فتحاول تفرد نفسها بالتسلط وما عندهاش وعي كافي انها تعرف انه ممكن انها تدمر اشخاص المقربين لها ولا من حتى عائلتها ولا حتى اطفالها كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الشخصية المتسلطة في هذا الموضع ممكن انه عجوزة تكون شخصية متسلطة وممكن انه الكنة تكون شخصية متسلطة هده هي الشخصية اللي غالية ما تتعاود كين متسلطة والنرجسية نحكيوا على متسلطة الشخصية المتسلطة بلك من الصعب انك تعاشرها كما نقولوا احنا في اللي ديارة كتعنا هذيك انسانا متسلطة لكن في حال انه فرضت عليك الظروف انك تكون مع شخصية متسلطة كما ذكرنا كنا نذكروا سابقا الحدود في العلاقة شخصية المتسلطة الحاجة اللولة انك تعمل حدود في العلاقة معها باش ما تخليل هاش لاسفاس اعطينا امثيل على كيفاش نقدر نبدو حدود في العلاقة مثلا من اللول شخصية المتسلطة كي تسيي كي تعمل امبا وتعمل حاجة حاجة مش مليحة احنا راحنا ماشين في اللول نسكتو نقابلوها شحال ما تسكت شحال ما ديك الشخصية المتسلطة تتمادى بس حلو كان من اللولو بكل ادب تعمل حدود للحدود يعني في العلاقة قال انا هذك شي لا اتقبلوه يعني ترفض بطريقة دبلوماسية بطريقة مؤدبة جدا راح توصل فكرة لهذيك الشخصية المتسلطة انه مراش كايين طريق باش تمارس عليها للمرض التحل لانه التسلط ساتشم باتولوجي هذك مرد تسلط راح تخرج العقد التحى في الانسان هذك تعرف هذك شخصية متسلطة ولا شخصية نرجسية نفس الشي انه هذك يعني نفس اللي ما بخو سيدور نعملوه مع شخصية نرجسية كي ما نخليولوش ليس باس باش يمارس علينا التسلط ولا يمارس علينا النرجسية يعرف بلي احنا لسنا طعم ولسنا وسيلة ممتازة اللي ينجم يغضي تسلط تعو النرجسية تعو كيتمد من اللول حدود يعني اليوم مثلا قاتلك شيء غبز يعني غبز عاءة تيناء تتحك وتسكس وتخليه غضة تسامادة توصل لحاجة اخرى بس حلو كان من اللول يعني تمد فكرة انه انا لا لا اتقبل هذه الاشياء وهذا شيء مفروغ منه انه حدودي وحدود شخصيتي واحترامها واجب ولا اتساهل معه هذك الشخصية راح تغيكو لي خطوة الى الوراء هذي في حالة ما كان بسيف عليك انك تعيش معها كذلك هذي الشخصية المتسلطة ولا الشخصية النرجسية لكن انت قلت انه لازم نتعلمو كيفاش نتعاملوا معها ونعارفوا انه ملازمش نردخو للطلبات التحها صعيبة كتكون هي عندها السلطة كتكون هي عندها السلطة كتكون هي عندها السلطة مش ما نردخوش للطلبات التحها يعني ما نخليوهاش تتماد معنا في اللول ومن بعد كي نكونوا في الكوتيديان تعنا مثلا كمال يكون هذا الانسان المتسلط كمال يكون مديرك في العمل يعني نفس الشي راكب السيف عليكم مجبر ومطالب انك تقوم بنفس اللي بالاشياء يعني تقوم بها بسح ما تدخلش معاه في صراع بخطر حتى الصراع يعجبهم كان مثلا شخصيات مستسلطة بلك كي تسكت وتخليها وما ترتش عليها تقولك اه سمارك تسعف فيها حتى تسعفهم ما تسلكش معاهم دونك هنا هاد الشخصيات كي تكون تخدم لك حاجة كمهادي وتكون يعني تحوز تمارس السيطرة تح عليك كين حلول إلا ما قدرتش تقعد دائما الانسحاب حتى هو حل اه فكرتني في واحد الحكايين تاع اه تاع واحد اللي حكيت انه بش نشوفوا يعني تسلط وين يقدر يروح لو استكين نحكي وهكذا بي بيا 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 أتعمقناش بزاف لكن كينا واحدة اللي قاتلي بلي كانت كانت متحمل وكانت توحم فتوحمت على مكلة اللي كانت محتوطة في الجيدة فجدت الأجوزة اللي قاتلها ما تاكلهاش فتخيلي مستوى التسلط وين يقدر يلحق هي رأي تتوحم فنحات لها المكلة من يدا قاتلها هادية انت عولها دي ما تقدرش تاكلها تخيلي انه التسلط حتى الوين يقدر يلحق بمراضي احنا معروف عندنا انه مرات تتوحم تنحيها من عندك وتمديلها على خاطر الشراء هي تتوحم هذا هو المتعرف عليه في المجتمع اشخوطك شوف الشخصية المتسلطة تنجم يعني تسي كيفاش تعيش معاها بسح نوصل له الحل انهاك نفسي وحل أدا نفسي انك تسمح توجغ في حقك وتوجغ تسكت هادك الشي كيركت كيركت يعني تسلطو ما راحش يتبخر في الهواء راح ماشي يختار مكان في الجسم بتاعنا ويسنستال فيه يختار يعني الاسطومة ويسنستال فيه ويوالي يعلمونا دي كخيزة دو بانيك يختار القلب ويسنستال فيه ويوالي وعدنا المشكلة على ارتفاق الضغط الدموي يعني يمدلنا امراض ناس جسدية دي مالادي بسيكوسوماتيك قادر يوصل يمدلنا حتى لو كونسير في دراسات اجريت اثبت يعني دراسات انه السرطان عند النساء سببه الرئيسي هو الكبت والزعاف ما نقدش نقوله رئيسي لكن بدرجات متفاوتة انه ممكن انه يكون خطر على صحة الانسان عند النساء سببه الرئيسي سيزعاف على خطر السرطان عند النساء سببه اختلال في الهرمونات وحنا نعرفه باللي للنساء يعني الانستابيلتي الضغمونال تسحهم عندها قدرة كبيرة باش تتحرك الجسم عندها تتحكم في الجسم وحنا نانستابيلتي دي مختصنا عندها علاقة مع الانستابيلتي الضغمونال دونك هداك هو الشي اللي يسببنا امراض دونك باش نئفيت وعلينا هاد الامراض الامراض النفسية والامراض النفس الجسدية وللالامراض اللي ما عندهاش علاج لازم مموندوني نكين شوفوا باللي صحتنا اولى نفضلوا اننا ننساحب ما نقدرش نقولوا انسحاب هنيا لكن نفضلوا اننا نلقاوا حلول بأقل خسائر انسحاب شوف الانسحاب في بعض الحالات حتى هو حل احنا رح نهضرنا على عدة حلول في الحالات العادية بصحصا يجز توجوغ الحالات المرادية الحالات المرادية ما فيهاش حل لانه رح ننسعملوا مع انسان مريض على الاقل حتى لما نسحبنا شي يعني ونسحبنا ديفينيتيف مو نعملوا حدود اكيد وشنو هي اخر كلمة ممكن تمديها لننختمو بها اليوم اخر كلمة نقدر نمدوها في هذا الموضوع حيني كأنك توجه كلمة لانسان يجيوا عندك للعيادة يحاو سوء استشارات وشت قضية النصحة اليوم كأنك يقعد معهم شوف بعد المرات تتبنى بلي ما صبناش حل الحلول تكون صعبة وقت اللي الحل يكون صعب لازم نترفع على صغائر الاشياء بالضبط لازم نترفع على صغائر الاشياء وخاصنا نشوفو باللي دايما الحلول السينمية سيوا الحوار سيوا نقاربوا الأفكار والعائلة راها تركيبها معقدة وانك تجيب فرض جديد وبعد عشرين سنة ولا خمسة وعشرين سنة ترفضوا وتحطوا وتغرصوا في عائلة جديدة هذا شيء صعب على الطرفين يعني صعب على الوافد الجديد وصعب على العائلة أنها تتقبل فرض جديد ما يجيب أفكار جديدة وأفكار أخرى وعقلية وحدة أخرى وتربية وحدة أخرى لازم نتعلموا ثقافة الحوار وتقبل الآخر تلكيلي ثقافة الحوار وتقبل شوفي ثقافة الحوار وتقبل تحللنا عدة مشاكل موجودة في المجتمع شكرا لك شرفتنا اليوم شكرا لأنك تنقلتي من ولاية لمسان خصوصا للبرنامج إن شاء الله نتلاقوه في أعداد أخرين شكرا إذن مشاهدين الكرام مشاهدتي العزيزات كان هذا موضوع العجوزة والكننة موضوع الشائك وموضوع متشعب وفي عدة نقاط نتمنى أنكم دايما تستفادوا من البرنامج كآخر نصيحة أنا أقول أنه الحل بين العجوزة والكننة ولا الحل بين كامل المشاكل اللي ممكن أن نواجههم في حياتنا هما الوعي نجب أن نعرف المشكل مصدر المشكل باش نقدروا باش نقدروا نلقاه حل كينا عدة نساء احنا نساء يعني بين قوسين نحبوه بزاف نشكي ونحبو بزاف نلبسوا توب الضحية أنهم رمغالطين معنا وأنهم هما اللي داروا لنا وندخلوا في اكتئاب وكينا بزاف لينساء والأطفال تحم ويهملوا الأطفال تحم ويهملوا البيت تحم بيخصوا برك على جل هاد المشاكل ونلقاه أيضا النساء اللي مشاكلهم أكبر بكثير من ذلك وتلقاها تحدات المشاكل تحق وشقة طريقها بالعقل بالعقل ونلقى تحل فدايما درجة الوعي اللي تكون عندك هي اللي تقدر تخليك تشوفي المشاكل ديالك بطريقة بطريقة صحية وإذا شفت المشاكل ديالك بطريقة صحية ممكن أنك تلقاي تلقاي حلول متابعة طيبة مع باقي برامج قناة البلاد تيفي وبقاء على الأخير